بنات عدنا التمرين اللي هو صفحة 2 بيج نمبر 2 من الاكتفيت بوك من كتاب النشاط اللي حالينه راح ارجع لكم عليها واللي هو المفروض تحضيركم طالبا من عدكم وتحفظوه راح اشرح لكم بالنسبة للمعاني اللي البنات قالوا عيديننا المعاني الردها بالتفصيل وراح امطيكم ويا طريقة الامتحان يعني شون اجت بالوزارة الى ثلاث طرق طبعا هو يجي بالسؤال الثالث فرع سيه الاملاء ولازم نحفظ نحفظ مو بس معاني ولا بس كلمات لازم نحفظ بالتفصيل والاملاء مطلوب يعني ما بها مجال نستثني شي مثلا هسا احنا عدنا هنا التريتمنت المعالجة او العلاج وهنا جوينز المفاصل ذربس الافعال في داخل وخارج الجسم مثلا التريتمنت المعالجة اوكي التريتمنت قد تكون بباندج تعرفوا الباندج اللي هو اللفاف الكريم اللي هو المرهم المدسين اللي هو الدواء يعني الاستطبابات اللي عندنا وبلاستر البلاستر هو اللي تعرفوها وبلز الحبوب الحبوب اللي يتشمل مثلا الجوينز هي المفاصل بالمرافق اللي باليد وبالرجل هما احنا انا ذاكرينكم انكل اللي هو مفصل الكاحل البو الكوع ني الركبة انتو هولي للكيه ناس هاي لانت معطل لفو وشولدر الكتف رست الرسغ اهنا انا بس خلا وابدحلكم اياها ارم هي البرع اش كم جوينز بيها مفصل بيها شولدر الكتف بيها البو الكوع بيها رست الرسغ عدنا لك الساق بيها ني الركبة وبيها انكل الكاحل حايب بس حتى تفهموها وتعرفوها اكي انتهينا من الجوينز ايجينا للverbs verbs هي الافعال الافعال اللي يمضمن موضوعنا breathe اللي هو يتنفس cough اللي هو يسعل او يقح faint اللي هو يغمى عليه وسنيز اللي يعطس وسواله يبلع اكي ايجينا اللي هنا inside and outside the body blood اللي هو الدم bones اللي هي العظام skin اللي هو الجلد heart القلب stomach المعدة بنات تنحفظ املاء زائد معنى يعني مثلا treatment تنحفظ نعرف ان ذا مثلا ينطينا treatment يقل لنا مثلا bondage اوكي ينطينا بعدين joints يريد واحدة من ذا اوكي المفاصل فما بها مجال لازم نحفظه نحفظ واسا راح امتحنكم بيها واي ثاني مرة بس اذكركم بيها لان احنا انا منتظر ال ال group اريد الكل يحضر بي لانت عبت كل ساعة انظمة انظمة وابدي ان ازل نجد طريقة الامتحان الوزاري وهي وزاريات وثلاث طرق اوكي جاي ال number one اللي هو joint المفصل in the arm في الذراع اهنا انا ما محدد لمفصل في الذراع نرجع احنا شكو مفصل عندنا بالذراع عندنا shoulder وعندنا elbow وعندنا wrist اللي هو الرسخ فاي واحد من عندهم راح نخلي راح تكون جوابنا صحيح فاذا قلنا shoulder صحيحة واذا قلنا elbow واذا قلنا wrist يعني راح تكتبوها املاء واضحة عندنا اوكي ال number two لا نفس النقطة joint in the leg وين بالساق احنا بالساق شقد عندنا بالساق عندنا ال knee الركبة وعندنا ال ankle الكاحل فاي وحدة من عندهم راح اخليها هي صحيحة هنا الطريقة الثانية joint يريده شرط بادي بال A اوكي لازم بادي مفصل وبادي بحرف A اوكي فهنانا لما نرجع لجوين المفاصل هنا ankle elbow knee shoulder wrist منو منو بادي بحرف A هو ankle فراح نزل حين محدد لي مو بكيف اوكي النقطة الثالثة bandage bandage منطينا عنصر واسم المجموعة تبهولي منطينا عنصر bandage من المجموعة التريتمنت يعني هسا نرجع للتريتمنت التريتمنت بيها bandage وبيها cream وبيها وبيها blaster وبيها